اشتركوا في القناة وقال بحاتم الرازي صدوق ابن حبان ذكره في ثقاته وقال كان متقنا ابو يعر الخليلي قال ثقة متفق عليه مشهور بالامان والعلم قال اخبارنا عبدالله عبدالله ابن المبارك الرجل المبارك الثقة السبت الامين قال حدثنا يونس يونس ابن يزيد الليلي من الثقات الازبات راوى له الجماعة عن الزهري امير المؤنين في الحديث قال سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه ارضاه يقول ان الازان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين فلما كان في خلافة عصمان ابن عفان رضي الله عنه وكسروا عمر عصمان يوم الجمعة بالازان الثالث فازن على الزوراء ومكان في السوق فثبت الامر على ذلك باب التأذين عند الخطبة كأنه البخاري رفت الانتباه الى مسألة مهمة هو ان الخطبة تكون تعقب الازان وكأن الازان اعلام للخطبة مع ان الازان معموما اعلام للصلاة قلنا وقد قال عمر الخطاب ان الخطبة تقوم مقام الركعتين الخطبة تقوم مقام الركعتين فلافة البخاري هنا الانتباه الى ان التأذين انا مهمت يا ظهر لا لا انا مهمت انا الازان كتاب الجمعة باب الازان يوم الجمعة نعم على التبويب قال حدثنا ادم وادم نياس النابي اياس استغسبت قال حدثنا ابي ذئب هو قرين امام مالك عن الزهري امين المؤمنين في الحديث عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه وارضاه قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على اهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان رضي الله عنه وارضاه كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ومكان في السوق قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة ممتاز هنا بيّن الازان يوم الجمعة كأنه قال متى يشرع الازان يوم الجمعة متى يشرع الازان يوم الجمعة فهو بيّن أن آت بالحديث أن الازان يوم الجمعة كان يشرع قبل صعود الامام على المنبر وهذا على عهد السلاسة على عهد النبي وابي بكر وعمر نعم ثم على ذلك عثمان لما كثر الناس زاد أزانا ثالثا في الزوراء هناك رواية ضعيفة جدا أتت على أن عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه الذي زاد الأزان الثالث وهذا خطأ بيّن وشزوز والصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي أتى بالأذان الثالث على الأسواق من أجل أن يعلم الناس بدخول الجمعة هناك رواية عن وكيع عن ابن أبي ذيب كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة يقصد بالأذانين الأذان والإقامة على التغليب كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة وفي البيعقين من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب وكذا في رواية الماجيشون التي عن الزهري ولفظه كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر وأخراجه الإسماعيل من وجه آخر عن الماجيشون بدون قوله يعني وللنساء رواية سليمان التيمي عن الزهري كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام نعم عمتا هنا بالنسبة للأذان يوم الجمعة لا أصلا أن الأذان كان الأذان إذا قبل أن يصعد الإمام المنبر ثم بعد ذلك يصعد الإمام على المنبر يخطب في الناس السائب يقول أنه كان الأذان على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان إذا جلس إذا أزى المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر قام المؤذن فأزم إعلاما بجلوس الإمام على المنبر أنه سيبتدر الخطبة حتى يتهيأ الناس بسكينة وقار لسماع الخطبة التي فيها التذكير لهم وهذا كان كما قلنا في أهد أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودأت رؤية يعني أن عمر الذي زاد الأذان الثالث والصحيح أنه لم يزد عمر بل الذي زاد الأذان الثالث هو عثمان في الزوراء موضع بسوق المدينة موضع بسوق المدينة كان يكون قبل أذان المؤذن الذي يؤذن بعد أبي بلوس الإمام ففيه إعلام الناس في الأسواق على الصلاة ولا يقال هذه بدعة بحال من الأحوال ولذلك علماءنا يقولون لأن هذا الأذان هذا الأذان سنة وليس ببداعا وإن كان الأولى البقاء على مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبكره وعمر وأما ما فعل عثمان رضي الله عنه فالصحابة الكرام لم يمكن عليه أحد فيما فعل ولأن الأذان إعلام إعلام بالصلاة أو إعلام بالجمعة فأجمع الصحابة على ما فعل عثمان وعثمان له سنة مستقلة وإذا باتباعها أو تأكد اتباعها بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا وإنه ما يعش منكم فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فلذلك قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد والخلفاء على حديث سفينة أربعة هو أبو بكر وعمر وعثمان وعليه فهذه سنة عثمان هذه سنة من العثمان لكن في هذا الزمان إن قلنا بأنه يعني أتى بالأذان الثالث من أجل إعلام الأسواق الآن الميكروفونات والآلات الحديثة توصل الأذان لجميع البشر لجميع البشر فيكون الإعلام واحد هنا في هذا الباب فالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وقد قال بعض العلماء أخذ منه بأنه يمكن إعلام الناس بالقراءة أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن كما يفعلون الآن والحق أن هذه بدعة من البدعة الإضافية هذه بدعة من البدعة الإضافية قراءة القرآن قبل الجمعة بدعة مسألة الذكر الجماعي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما للناس بدخل الجمعة بدعة وأخصى ما يكون هو الأذان وأن يأتي بأذانين له ذلك يعني أذان قبل أن يصعد الإمام وأذان بعدما يصعد الإمام له ذلك لأن فعل عثمان رضي الله عنه نرضى سنة لا نستطيع أن نبدع هذا الفعل أما أن يصبغ ذلك القرآن أو الذكر الجماعي أو غير ذلك فأهدي بدعة ولاست بسنة هذه بدعة وليست بسنة لذلك قلنا بأن السنة أن يأتي بأذانين أذان للإعلام والأذان الثاني هو الإقامة والأذان بعد جلوس الإمام على المنبر بعد جلوس الإمام على المنبر الفواد المستنبطة القلفاء الراشدون لهم سنة مستقلة وهذه فيها دلالة على أن من أتى بعدهم بأي شيء ليس عليه دليل مردود مردود لأن المنطق هنا عليكم سنتي والسنة القلفاء الراشدين المهدي من بعد إذا غيرهم لا ليسوا بسنة ولا يتأكد اتباعهم طبعا هذا فيما يأتوا به من خلاف خلاف السنة يعني الحكم يدور مع التي حيث دارت لذا قلنا بأنه ليس من السنة أن يأتي بأذان عثمان في هذه العصور العلل انتفت ومع ذلك لو أتى به لا ينكر عليه من مهام وليه الأمر صلاح الدنيا مع استقامة الدين صلاح الدنيا مع استقامة الدين وهذا الذي فعله عثمان بن عفان وكان وليا للأمر فانظر ماذا فعل وآتى بأذاني جديد من أجل أعلام الناس بالجمعة ليتهيأ الناس إلى الجمعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم